مرحبا يعطيكم العافية رح نشرح بهذا الفيديو تمثيل بيانات أبار المياه الجوفية على برمجيد ArcGIS وكيف نتعامل معها ونطلع اتجاه جريان المياه أو اتجاه حركة المياه الجوفية طبعا لاحظوا عندي هون في المثال عندي ملف اكسل أو جدول يمثل قائمة في مجموعة للأبار حوالي 22 بئر موجودين في منطقة الدراسة معينة وهاي الأبار موجود معي الـ ID تبعها أو يعني خنكي الرقم التسلسلي موجود عندي الـ Head في كل بئر أو ارتفاع الماء لكل بئر طبعا هذا الـ Head يقوم المهندس المسؤول بقياس منسوب الماء في البئر وتسجيله على أنه هو الـ Head في البئر طبعا يسجل بقيمة المتر أو بوحدة المتر عندي الـ X والـ Y هي إحداثيات هذه الأبار بالمتر طبعا أيضا وهي الإحداثيات وهي الإحداثيات بنظام إحداثيات العالمي اللي هو الـ UTM ZONE 36 North طيب الآن هاي الإحداثيات كيف بدي أمثلها داخل الجايس أسقطها على شكل نقاط في منطقة دراسة معينة وثم أقوم بتمثيل يعني كيف حركة المياه الجوفية داخل هاي منطقة الدراسة الآن رح أقوم بإغلاق ملف الإكسل أوكي ورح نقوم الآن بفتح اللي هو برمجية الأركماب طبعا هاي عندي منطقة الدراسة موجودة اللي فيها الأبار رح نعمل الآن File Add Data Add X Y Data طبعا هاي الطريقة بنعملها عشان نضيف بياناتها من ملف إكسل ونحولها لشيب فايل عشان نقدر نشتغل عليها داخل الجايس Add X Y Data بطلع لهاي الشاشة رح نختار Open اللي هو أنه أي جدول الموجود عندي هون وبالتالي رح نختار اللي هو هذا الويلز طبعا لما تختار الملف الإكسل طبعا لتبعك رح تختار بأي شيت أو أي صفحة داخل ملف الإكسل عشان تقدر تعمل Add لهاي الصفحة طبعا هون بيحكي لك أعطيني الـ X Field هو الـ X و الـ Y Field هو الـ Y لو تنزل السهم هون رح تلاقي إنه هذول الفيلد نفسهم أو الأعمد اللي كانوا بالإكسل سابقا اللي حكيت عنه بداية الفيديو فإحنا رح نختار الـ X والـ X والـ Y هو الـ Y طبعا البرنامج سمارت يعني إذا كنت مسمي العمود X و Y بيختارهم إذا كان فيه مسمى آخر فقط بتنزل السهم اللي هون بتحكي له أنه عمود اللي فيه X وأي عمود اللي فيه الـ Y طبعا تحت بيقولك الـ Coordinate System نظام الإحداثيات للبيانات أو للأرقام الموجودة في هذا الـ Excel Sheet فإحنا قلنا زون 36 North حنعمل Edit ورح نختار نظام الإحداثيات العالمي زون 36 North طبعا أنا حاطه هنا ضمن الفيفوريتس لكن بإمكانك تطوله عند Projected Coordinate System ثم UTM ثم WGS 1984 ثم North Hemisphere وهون رح تلاقي جميع الزونز للعالم من 1 إلى 60 فإنت رح تختار زون 36 North طبعا هذا المثال اللي عندي ممكن بياناتك أو إحداثياتك تكون بنظام آخر فبتقوم باختيار نظام الإحداثيات المناسب لهاي الأرقام مع العلم أو الملاحظة إنه إذا اخترت نظام إحداثيات غير نظام الإحداثيات الموجودة في الأرقام تبعيتك رح تسقط النقاط في مكان آخر وليس في منطقة دراستك فننتبه لهاي الموضوع فاخترنا زون 36 North ورح نعمل الآن أوكي كمان مرة أوكي وبالتالي تم إسقاط هاي النقاط شايفينا داخل منطقة الدراسة الآن لحظوا نظر عندي شيت 1 events هو لسه الآن يعني مش shape file لسه بصيغة table رح نعمل click يمين data export data ليتم حفظه على شكل shape file تمام؟ على شكل shape file بإمكانك طبعا تغير مكان التخزين على سبيل المثال ونختار اللي هو على الديسكتوب أوكي نقول له save أوكي وهيك الآن تم تخزينه على الديسكتوب بيحكي لك إنه هل يقوم البرنامج بإضافة هذا اللير نقول له yes وهيك الآن ضاف ليها على اسم export output رح نحذف اللير اللي هي القديمة وهيك عندي قراءات اللي هو الأبار صارت موجودة لو فتحنا attribute table رح تلاقي إنه هاي الhead لكل بئر وهي الرقم تبعه وإحداثياته موجودة تماما كما كانت فيه الأكسل الآن رح نستعمل أداة supply لنمذجة اللي هو منسوب المياه الجوفية فرح نروح على search ونختار نكتب في search supply والآن supply special analyst نختار وهي الأداة بتمكنني من نمذجة اللي هو منسوب المياه الجوفية رح نختار الـ input اللي هو export output نفس هذا الـ shape file تبعه لفيه الأبار الزت value فيه اللي هي رح تكون الهيد رح نمثل قيم الهيد ونعمل الآن اوكي رح تنتظر الآن وتشوف النتيجة على قد منطقة الدراسة شايفين هيك تطلع معي بهذا الشكل طبعا رح نعمل click يمين properties ونعدل السيمبولوجي بشكل بسيط نخليها خمسة classes من ناحية سيمبولوجي تأكد انك فتح اخانة السيمبولوجي من هون ونغير اللون على سبيل المثال لهذا اللون نعمل اوكي لاحظوا انه يعني اللون الفاتح درجة اللون الازرق الفاتح هي اقل يعني هيد او يعني منسوب الماء المنخفض واللون الغامق هو منسوب الماء المرتفع تمام طبعا هاي يعني بتمثل توزيع المنطقة لاحظوا انه يعني كل ما اتجهنا باتجاه الغرب رح تلاقي انه منسوب الماء قاعد بيقل وكل ما اتجهنا باتجاه الشرق منسوب الماء قاعد بيزيد يعني بشكل عام تمام احنا هيك طلعنا خليل نحكي اللي هو كيف المي او منسوب الماء بشكل عام في منطقة الدراسة الآن بإمكاننا رسم خطوط الايكو وتنشى اللاين او خطوط تساوي جهد الماء او الهيد عن طريق اداة اسمها كونتور وهاي الاداة الكونتور بإمكانك يعني على السيرش تكتب كلمة كونتور ونضغط على اداة كونتور سبيشال اناليست كونتور سبيشال اناليست رح يطلب منك الامبوت راستر هي نفسها سيبلاين ناتج السيبلاين الكونتور انتيرفال لحظه اقل قيمة عندي 7 واعلى قيمة عندي 55 لو خلينا الانتيرفال 5 هتكون مناسبة ونعمل الآن اوكي الآن رح يتم خلينا نحكي رسم خطوط اللي هي تساوي خطوط تساوي جهد الماء زي ما شايفينها بالصورة امامكم الآن وهاي الخطوط موجودة عندي في الصورة خلينا نوضحها بشكل افضل يعني نعملها هيك اوكي هاي خطوط تساوي جهد الماء بإمكاني انا اروح هون اعمل بروبرتيز على هاي الكنتور طلعت واضيف عملية لابلينج لمعرفة خلينا نحكي اللي هو قيم الكنتور فارحوط لابل ونختار كنتور ونكبر الخط لها شوي عشان تبين عنها مظبوط وهيك طلع عندي هون نخفي بالله هاي اللير اللي هون موجودة ونخفي النقاط كمان رح تلاحظوا انه هاي الخطوط خمسين أربعين أربعين خمس وثلاثين وهكذا طيب الان كيف حركة المياه الجوفية بتكون حركة المياه الجوفية اللي هاي قاعدتي القاعدة الاولى انه المياه الجوفية تتحرك من جهد الماء المرتفع الى جهد الماء المنخفض اي تتحرك من الشرق الى الغرب بهاي الخريطة بحيث انه طلعوا على الشرق بتكون خمسين خمس واربعين أربعين كلما اتجاهنا الغرب بتقل فاتجاه الحرك العام هو من الشرق الى الغرب او يعني خليحكي من اليمين الصورة الى ياسار الصورة او الخريطة لكن الحركة يعني بشكل عام بهذا الاتجاه لكن هي تكون عمودية عمودية الحركة بتكون عمودية على الخطوط الايكوبوتنشال لاين خلينا ندخل على اللي اوت فيو من هون ونحاول انه نمثل هاي الحركة عندي هون اوكي يعني الان انا لو جبت ادوات الرسم درو تمام وحطيت هون ادوات الرسم رح نشوف اذا فيه ممكن نرسم لاين على سبيل المثال هاي لاين يعني انا لو بهاي المنطقة هون بدي اعمل اللي هو اتجاه حركة الماء رح يكون اتجاه حركة الماء عمودي على الكوبوتنشال لاين شايفين كيف يعني هترسم خط عمودي من النقطة اللي بكتعرف اتجاه حركة الماء فيها عمودي على الكوبوتنشال لاين وباتجاه حركة الماء اللي هو من الشرق الى الغرب اذا النقطة هاي المؤشر عليها انا بالماوس اتجاه حركة الماء فيها اللي هو بنفس اتجاه الخط اللي أنا رسمته تمام يعني لو فيه سهم نرسم له هيك بس عشكل سهم من هون وبالتالي هاي اتجاه حركة الماء لو شوف مكان آخر على سبيل المثال في هذه النقطة رح يكون اتجاه حركة الماء هيك عمودي تمام هاي اتجاه حركة الماء من عمودي على هذا الاكوبوتنشل لاين فبهذا الاتجاه رح يكون إذا حبيت تشوف أي منطقة أخرى مثلا هيك هاي أيضا اتجاه حركة الماء فلاحظوا الاتجاه يعني هيكون مش ثابت رح يكون باعتمد على ايكوبوتنشل لاينز وباعتمد على انه المكان انت بتحدد فيه حركة الماء بأي نقطة بالخريطة لكن شرط يكون باتجاه العام له باتجاه الهد المرتفع للهد المنخفض والشرط الخاص له انه يكون عمودي على الاكوبوتنشل لاينز او الكنتور لاينز اللي رسمناها هاي واللي بتمثل خطوط تساوي جهد المياه طبعا بهايدا الطريقة بإمكانك ترسم اكثر من سهم واكثر من اتجالة لحركة الماء بحيث انه تظهر عندك بشكل واضح كيف الماء بتحرك داخل هاي الطبقات الجوفية وهيك احنا منكون يعني تقريبا مثلنا البيانات تاعة الابار وعرفنا كيف تتحرك المياه الجوفية في هاي المنطقة الدراسة طبعا ما تنسوا انه هاي السبلاين بإمكاننا نعملها انتداد على قد منطقة الدراسة عن طريق نرجع هنا بس للداتا فيو يعني لاحظوا انه السبلاين هاي طالع عندي مش على قد منطقة الدراسة تبعتي بإمكاني انا ارجع لعدات السبلاين من السيرج تمام واقوم بعمل انبوت فيتر اللي هي نفسها الويلز والزيد فاليو فيلد هي نفسها الهيد لكن هون اروح على اشي اسمه انفايرومنت والبروسيسينج اكستينت اللي هو يعني الامتداد رح يعالج فيه البيانات رح نخليه على قد اللاير طبعا سا تمثل منطقة الدراسة اللي هون ونعمل الان اوكي ونعمل الان كامرة اوكي ونشوف كيف حتطلع عندي السبلاين شايفين كيف طلعت يعني مغطي منطقة الدراسة بالكامل على عكس ما كانت هون خلينا بس نجرب نزبط ألوانها من سيمبولوجي ونختار هذا اللون ونختار الفايف كلاسز على سبيل المثال اوكي فلاحظوا هاي السبلاين هيك وهاي اللي كانت قبل هيك كانت وهيك تم امتداد للسبلاين على كل منطقة الدراسة وبالتالي الامور هيك بتصير بالنسبة لك اوضح وبالنسبة لك تغطي منطقة الدراسة بالكامل اللي انت قاعد تشتغل عليها بتمنى اكون فيتكم في تمثيل بيانات الابار الجوفية ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة